خالد من أجمل الشخصيات اللي كان معنا يعمل في السجيل يجب أن يعمل معنا في السجيل خالد تفضل ما لكم مكفية يا شباب جمهورنا أمامنا الآن هذا التحدي اللي بإذن الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ووقفتكم وعطائكم نبي نصل إلى إغلاق هذا الوقف وقف الصدقة الجارية في البلد الحرام بأشرف بقاع الأرض هذا الوقف يعود إلى جمعية البر بنظيلف أنا معي سفراء اثنين هم نجوم هذا الأسبوع اللي شاركوا وأبدعوا معنا أمبراطور هذا الأسبوع أستاذ وليد والشباب يقدمون يذكرونكم ودائما يحمسونكم من جميل ما قرأت وصل لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أصبت في خيبر أرض وهذا يعني أفضل رزق رزقني الله سبحانه وتعالى أكثر رزق فانصحني أو شر علي فقال الرسول الله صلى الله عليه احبس الأصل واطلق أو سبل أو معنى حديث الرسول المبلغ العائد منها يعني أوقف هذه الأرض والمبلغ العائد منها هذا وقف لله سبحانه وتعالى تصدق فيه فالرسول الله صلى الله عليه نصح عمر بن الخطاب أن يوقف فمعناته ما نصحه إلا على أفضل شيء اللي هو الوقف فالآن أنت الآن بمئة وخمسين ريال تشارك في وقف الصدقة الجارية بأشرف بقاع الأرض بمكة المكرمة بمئة وخمسين ريال تشارك في هذا الوقف اللي مناقب هذا الوقف كثيرة منها طعام المسكين اليتيم كفالة اليتيم كسوة الشتاء أيضا الغارمين فهذه خيرات الله سبحانه وتعالى أعلم بفضلها فمناقب هذا الوقف كثير وقف الصدقة الجارية هي صدقة لك بعد مماتك في حياتك وبعد مماتك إلى ما هو طل العمر ولا أربعمائة سنة إلى أن يريث الله سبحانه وتعالى أرضه من عليها والحمد لله أن في هذه الحكومة الرشيدة الجمعيات الخيرية معنية بسد حاجات المسلمين اللي في منطقتهم واللي في غيرها فمثل جمعية البر المضيلف قائمة على أسر كثيرة أنا ما راح أتكلم كثيرا بخلي الشباب يشاركون كلهم تفضل مايك طاف طاف الشحن طيب جميل لا لا تفضل عندك بالنسبة لوقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام كما ذكر في الحديث ما نقصه ما لمن صدقة الشيء الثاني المحتاجين في هالوقف هذا أكثر من 5333 محتاج الشيء الثالث اللي هو فيه بطاقة نفس الهدية في حال أني أنا أتصدق عن فلان والدنيا فاجعة فيه كرت هدية والشيء الرابع تطبيق عبر التطبيق الراجحي لسهولة التبرأ والله يكتب لنا ولكم الأجر يا رب العالمين يا سلام شكرا لك يا سيف عامر أنا أقولي بعد الله وقف الصدقة الجارية في بلد الحرام الأجر بجرين تصدق بنيتك بنيت والدينك الحياة منهم ولموات لو ما تقدر انشر بس عن الوقف والدار على الخير كفاعله يا سلام الأجر بأجرين القصد أنه حزت أجر هذا الوقف المشاركة بالوقف أجرها عظيم وحزت أيضا أن الوقف هذا في البلد الحرام الحسنة بعشر أمثالها شكرا شكرا لكم يا سفراء أنا أبغى أمبراطور هذا الأسبوع مرحب يا أبو عبد وليد البحيح شكرا لكم يا شباب وليد أنت جبتنا هديتين من من الإعداد يلا ما تقول عن الهديتين قبل ما أنا أعلن عن الشخص الذي حصل على إجابة الأسبوع حصل على 500 نقطة مع الأسماء الأشخاص اللي حصلوا على الهديتين